ثمان سنوات مرت على ملحمة النصر على التنظيم الإرهابية وأهل بنجردان وعائلات الشهداء يحيون هذه الذكرى بكثير من النخوة والاعتزاز بحب الوطن والدفاع عنه من كل من يريد زعزعة أمنه واستقراره بنجرداني حتى بنموت وقل بنكفع له كشلكان مشان نقول باقي ماش بمزيت نحن تونس كم نخدمه لليوم العضوة حتى نعزيز والحمد لله اللي هو معناها شاهيت ومات شاهيت والحمد لله يدافع الوطن هذا يشرف ليناول تونس صارت دولة على خفافيش الظلام داعش وبفضل الله تعالى أولا وبفضل رجال الأمن وبفضل معناها الجيش الوطني انتصر فيه الحق على الباطل انغرس فين حب الوطن لأن الوطن مسؤولية وأمانة يجب أن نحافظ لهذه النعمة التي أوصان المولى سبحانه وتعالى أن نحافظ لنعمة الأمن والأمان أحداث الملحمة كل عام تتجدد معها مطالب أهالي بنجردان بالمشاريع التنموية التي يجب إيلاؤها أولوية الاهتمام مشاريع عدد منها أنجزة وعدد آخر لا يزال قيد استكمال الإجراءات تحدي الكبير في استكمال المنطقة اللوجستية التي تتذكر جيدا أنها انطلقت من سنة 2008 اليوم أحنا بلغنا درجة متقدمة جدا ليس في المنطقة اللوجستية ثم أنا نحب نحكي على المشاريع المهيكلة التي طال انتظارها نعطيكم مثال مثلا الطريق الحزامية بنجردان اللي شهدت توقف كبير واللي هو مشروع بـ 21 مليون دينار وقادر على ربط المنطقة اللوجستية وبقية المناطق الحيوية في مدينة بنجردان وهذا تحدي بالنسبة لأننا نحن تنموي كبير ربط الجهة بالتطيير معتمدية بنجردان وهي تعيش كل عام على احتفال الانتصار على الإرهاب فهي تنتظر تفعيل القرار المعلن سابقا بتخصيص 7 مارس يوما وطنيا في مواجهة الإرهاب قرار لا يزال قيدة أجيل